مستمرين معاكم مشاهدين الكرام في ذكرى استشهاد الرئيس محمد مرسي وكررنا نتكلم في جوانب كتير في شخصية الرئيس مرسي جوانب كتير الإعلام المنافق الكذاب الضلالي في مصر ما كانش بيتكلم عليها ولا كان بيلقي الضوء عليها بالعكس ده كانوا بيشنعوا عليه ويقول لك هل يحط حجاب على تمثاله المكلسوم في المنصورة ده هيحط على الأهرامات مش عارف إيه ده هيمنع الفن ده هيقفل الملاعب ورياضة ومش يبقى فيه دوري كله كلام كتب كتب وتضليل تضليل تضليل الرئيس مرسي لما كان بيقوله أنه رئيس لكل المصريين على فكرة ما كانش بقوله أي كلامه خلاص وعلى فكرة كل تصرفاته لما كان رئيس ما كانتش أبدا بتقوله أنه هو رئيس لفئة معينة زي ما الإعلام الضلالي قال بالعكس في كل مناسبة هتلاقيه موجود جنب الجنود في سينة موجود جنب الفلاحين هتلاقيه طالعلك من الغطع البوديوم وبيتكلم وبيتباهى بزرع مصر وخير مصر لو شفنا الفن هنلاقيه قاعد مع الفنانين ما كانش أنا شايف أن الفن حرام زي ما كانوا بيقوله والنهاردة قررنا نشوف الدكتور مرسي لما كان رئيس الجمهورية كان شايفه بيتكلم عن الفن والرياضة إزاي والبداية من الخبر اللي هنشوفه دلوقت الرئيس مرسي الرياضة أساس النهضة في مصر تمام؟ قال الرئيس محمد مرسي أن كل ما من شأنه أن يرفع العلم المصري في كل مكان نهتم به ونسعد بأي إنجاز يرفع اسم مصر في أي مجال من المجالات والكلام موجود بقى وانتو كلكم قارتوه من اليوم الأول اللي الرئيس حكم في مصر هو شايف أن الرياضة أساس نهضة البلد وأنه لو فيه نهضة رياضية هيبقى فيه نهضة في البلد كلها وأن الرياضة بقت صناعة ما بقتش رفاية زي الأول ما الأوروبيين بيقولوا كده والرياضة صناعة ولما بييجوا بتوع الرياضة يتكلموا ما بيقولوش كلام أحسن من اللي قاله الدكتور محمد مرسي بالعكس الرجل تقلق في كلامه عن الرياضة وعن تعرفها وتوصفها وعشان كده كنا بنشوف الرئيس في أي فرصة وأي منازم على طول بيتكلم عن الرياضة وبيكرم الرياضيين منين يا عم محمد أهو؟ الخبر ده أكبر دليل الرئيس مرسي يكرم منتخباي الشباب وتنس الطاولة يعني حتى في عهدو الألعاب الفردية ما كانتش بتهمل زي ما هي بتهمل طول الوقت تنس الطاولة كانوا بيتكرموا مش الكورة بس التكليم ده حصل لما منتخب التنس فاز بالمركز الثالث في كاس العالم ومنتخب الشباب بقيادة المحترم الخلوق ربيع ياسين لما فاز ببطولة أفريقيا للشباب اللي اتلعبت في الجزائر بيقسم بتين الكلام ده؟ أقولك أنا ده بيزبط ان الرئيس ما كانش معتبر الرياضة رفاهية بالعكس كان شايفة حاجة بترفع اسمه مصر للفوق وعالم مصر بيترفع فلازم ندعمها ده بقى كلام قالوا بنفسه تعالوا نسمعه صوت وصور يلا بنا إنجازكم المتميز جدا سواء في كرة القدم اللي هي يعني يعني الناس كلها يعني تحتام بيها أكتر من غيرها لكن أيضا بالنسبة لتنس الطاولة والإنجاز اللي تم لأول مرة والمرة الجانة بقول لكل اللعيبة والمديرين والمسؤولين إن المرة الجانة تبدأها بيها إن شاء الله ولو في أي حاجة يعني محتاج لها كل ما هو يعني من شأنه إن ساعدكم الله يرحمك يا دكتور مرسي ده الرئيس اللي ما كانش عاجب الإعلام والعساكر في مصر ما كانش عاجبهم عشان هم مش عايزين ده مش عايزين حد يطلع والناس تشوفه وتحبه مش عايزين كده هم دايماً متعودين يطلع الإعلامي من دول يقول لك أنا بشكر سياد الرئيس راع الرياضة في مصر راع الرياضة والرياضيين الرئيس اللي ما سبناش لوحدنا وكان بيدعمنا في أي حاجة وكل حاجة ده كان بيحط لنا التشكيل وبيحط لنا الخطة ولولاً الرئيس دخل علينا وقال لنا لعبه النهاردة اربعة اربعة اتنين ما كناش كسبنا كاس الأومة وتيجي في الاستقبال الرسمي في أي بطولة شوف الفرق هنا الرئيس مرسي قاعد أكتر من ساعة مع الشباب مراش سلم عليهم وكل نيكس كده ومناديل وبتاعه الجودة الراجل قاعد معاهم ساعة بيتكلم بيتكرمهم وأي رئيس تاني مرة على مصر تليب يعني بيقون جاي ايه موقفلك العالة طبور كده صف والله صف كده وكل واحد يروح يسلم ويتصور ويمشي ويخلصنا اللقطة انتهت رجالة يلا تقلوا على الله الفرق كمان بين الرئيس وبين أي حد تاني هو تعامل اللعيب الشباب معاه ويحسسهم ان ده واحد منهم مش واحد كبير عليهم بيتكبر عليهم ده بيثبته موقف حكاة اللاعب الشاب رامي ربيعة تعالوا نشوفه ها؟ قلت يا ربي اه بتقول ايه بقى انا لا بقوله بسألوا سؤال كده بس او عايز اتصور معاك بالكده لا كنت بسألوا سؤال كده بعين عن سؤال كده حاجة قول قلت يا ربي فكورة وفكورة بسألوا بقوله انت علاوة لزمالكاوي اه قالك ايه لا بقال لي احنا مصر ومبروك عجوم بتاع الجزائر انا ده احنا دلوقتي في حلال دلوقتي انت علاوة لزمالكاوي اعاد يضحك طبعا بيش فرق طبعا ده احنا كلنا واحد عارب من انت قال عارب من انت قال يا بنا رامي ربيعة ايه لعيد تاني يقدر يعمل كده مع عبد الفتاح السيسي يقدر يفتح معاه حوار ويناقش ويكلمه لكن عبد الفتاح السيسي يجيب محمد صلاح ويقوله ادفع لسندوق تاحيا مصر والناس تشتم فيه ولبسوه بدله هاتوه هيقابل السيسي عشان يتبرع بكم مليون هو ده التعامل العساكر غير انما الراجل المدني اللي موسط الناس لا ايه رامي ربيعة يقوله اقلاوة لزمالكاوي ويضحك ويقوله احنا مصر ويقوله طب انت اقل يا اقلاوة لزمالكاوي يهزروا يضحكوا مع بعض ابي بيتعامل مع ابنه طب بلاش الكرة يا سيدي والرياضة هتقولك انت يعني عادي ما الرياضة بيتكلم فيها كل الناس تعالوا نشوف الرئيس مع الفن بقى والتشويه اللي طلع الفن حرام وهيقفل المسارح وهيبقى اعطل السينما والممثلين هيقعدوا في البيت تعالوا نشوف الرئيس مرسي كان شايف الفن ازاي وبيتكلم عليه بقاني طريقة يلا نسمعه صوت وصور يعني ما اتمناه لكم وما اريده منكم ولكم ولوطنكم ان نعي حجم المهمة وان ندرك حجم المسئولية ودرنا في هذه المسئولية وفي هذه المهمة وكيف يمكن ان يكون لكل منا دور فاعل واذا تحدثنا عن الفن والابداع فهو في اطار خدمة هذا الوطن والمحصلة لكي يستشعر الابناء ابنائكم في هذا الوطن ان هناك جدية حقا قاعدين وبيزدوا دماغهم وابسطين وفرحانين وزي الفل بس تعمل ايه بقى؟ ما احنا مع اللي موجود ما احنا مع اللي موجود واللي اركبنا ويدي بالقرباك نقول له امين بعد اللقاء ده طبعا حصلت لقاءك كتير مع فنانين مصريين من اللي حضروا اللقاء مع الرئيس يا ترى بقى كان انتباههم ايه؟ تعالوا نشوف كده في الخبر ده عشان اوريكم وقتها ازاي الرئيس كان بيرا على الفن والفنانين اسمع الفنانون والادباء المصريون بعد لقاء الرئيس مرسي مطمئنون على مستقبل الحرية والابداع والفن الناس كانت بتطلع تقولك متطمنين على الفن في عهد الرئيس والراجل بيشجع الفن ومش قافل خالص وبيدعونا للابداع ومسمى اللي احنا بنعمله مهمة بيدعونا للابداع والعمل وكان من ضمن الناس دي الفنان الراحل طلعت زكريا اللي كنا يعني كلنا عارفين موقفه واكيد مش هيجمل الدكتور مرسي ولا يطلع اخوانا الله يرحمه ولا كان خالية نايمة اهو قال طلعت زكريا لا خوف على مستقبل الفن في عهد مرسي ده طلعت زكريا طيب شوفنا الاخبار اللي كانت على الصحف والمواقع ساعتها ايه رأيوكم دلوقتي بقى نشوف صوت وصورة عادي الامام بعد لقاء الرئيس ال ايه؟ تعالوا نشوف الزعيم في رياسة ايه اللي حصل بس؟ يعني انطباع كده عن الزيارة واللقاء اللي تم مع رئيس الجمهورية مع رئيس مرسي؟ اه والله وكان لقاء الحقيقة كان الرئيس مرسي تكلم كلام طيب جدا وكلام كويس جدا تدل على يعني الكلام يدل على ثقافة عالية وعلى احترام للرأي والرأي الآخر وتعبير حرية التعبير الفني والأدبي والثقافي وتكلم على ان دي من ركائز الامة المهمة جدا واستشهد بافلام امريكاني هذه الافلام تعتبر تاريخ للسينما الامريكية وجاب سيرة هذه الافلامية يعني يدل على انه متابع وعارف ما معنى السخافة وما معنى السينما والحياة كان مستق جدا من اللي حصل ده الزعيم وقدمه مجموعة من الممثلين الشباب اللي هم اباءهم كانوا ممثلين قدامة زي احمد صلعي السعداني وغيره كانوا عادين ومحمد عادل امام بن عادل امام طب يا جماعة بها احنا قلنا حاجة من عندنا والله ما جيبنا حاجة من عندنا ده كلامنا كله من عندكم من الناس دي من الفنانين والزعيمة هو عادل امام بننقلكم للناس دي قالوا ساعتها ووقتها لا بنطبل ولا بنزمر لا عادل امام اخوان ولا طلعت زكريا اخوان واكيد بعد اللي شفنا ده ما ينفعش حد يقول ان الرئيس مرسي ما كانش منفتح على الدنيا عموما خلينا نختم بحكاية قالها الفنان الكبير محمد صبحي عشان نعرف مصر خسرت مين وهنفضل وهنظل للأسف نندم على واحد شخصيته كانت شخصية محترمة شخصية رائعة واخد باله من كل حاجة مركز مع الجميع مدي كل الناس حقه تعالوا نسمع اعتقد اننا اصبحنا في عصر نفتح التلفاز والقنوات الفضائية لكي نتتبع داعية اسلامي لكي نشرب منه الدين فنسمع منه احطى السباب لفنانات وفنانين مصر اعتقد ان رئيس مصر بما اننا لا نقبل ان يسبأ او يهان اعتقد انه لا يقبل ان يسبأ او يهان الفنان بالمناسبة احترم هذا الرجل لان انا عملت مدخلة بعد الخطاب الاول له في التحرير وقلت ان الرئيس قال في خطابه ارسل رسائل لكل طواقف مصر وحية كل طواقف مصر وسمعته باذن يقول ارجو ان لا اكون قد نسيت احلا اقول لك ايو الرئيس انك نسيت اعظم ما في هذا المجتمع مسقفين ومفكرين وادباء وفنانين ارجو وانا اصدقك انك نسيت ارجو ان تصح هذا في خطابك القادم ولم اتصور انه في الخطاب الثاني في اول جملة في خطابه اقول اني اعتذر انني نسيت المسقفين والفنانين والادباء هم عماد هذا الوطن هذا الرجل شجاع وهذا الرجل الذي يعتذر ده يجبر في نظر المصريين ويجبر في نظري كفنان وكمواطن لما تيجي تتكلم بقى عن الفن وعايز تقيم اما جيب لك الزعيم وبعدين اجيب لك محمد صبحي اي حد بقى انت اطلاقه غير دول مالوش يعني محترام للجميع هم دول الخلاصة فانا عايز اقول رحم الله الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي والحقنا به على خير وربنا يتولينا اشتركوا في القناة